أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشرقين إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بجنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل جاء أهل الكتاب لم تكون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل جاء أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا عبجا وأنتم شهداء ومولاه بغافل أما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أجه الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموكن إلا وأنتم مسلمون وعطصموا بحمر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شباح حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبجن الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم